تيمة ليست مجرد صحراء فهي تحمل في جعبتها العديد من الآثار والشواهد التاريخية لإنسان المملكة العربية السعودية وقد كانت مطمعا للأشوريين ومن ثم البابليين حيث خيرات أرضها الزراعية وموقعها كمحطة للقوافل التجارية نحن الآن في موقع طأس الغضاء تحدى المواقع الآثرية الهامة في محافظة تيمة ضمن منطقة تبوكة الإدارية الموقع هذا اكتشف في عام 1432 موقع يحتوي على عدد من المتحجرات لحيوانات وعظام حيوانية وعظام آدمية الحيوانية منها ما يعود إلى 500 ألف سنة و325 ألف سنة والعظام البشرية تعود إلى 90 ألف سنة تيمة تبعد عن تبوك 260 كم وفيها أشهر آبار مياه الجزيرة العربية وهو بئر هداج هذا البئر يمتد إلى القرن السادس قبل الميلاد مما يدلل على العمق الحضاري الضارب في جذور التاريخ تيمة متحف تاريخي ولا تحتاج إلى متحف ومع ذلك فإن الزائر لمتحفها سيأخذه إلى آلاف السنين كي يستمتع بما يخلده التاريخ على هذه الأرض الطيبة وتشير المكتشفات الأثرية السطحية التي ظهرت في تيمة إلى أن الحياة قد بدأت في هذا الموقع منذ العصر الحجري الحديث وفي العصر البرونسي عثر على العديد من المكتشفات الأثرية التي تعود في تاريخها إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد وتتمثل هذه المكتشفات في أوان فخارية مزخرفة يعود تاريخها إلى أواخر العصر البرونسي وأوائل العصر الحديدي الذي يمتد من 1200 إلى 3300 قبل الميلاد ويرجع أول ظهور لتيماء على المسرح السياسي إلى عهد الملك الأشوري تيجلات بلاسر الثالث الذي ذكر في نصوص تمجد أعماله كما ذكرت تيماء في كثير من النصوص المسمارية التي تعود إلى عهد الملك البابلي نيوتيد الذي احتلها واستقر بها لمدة عشر سنوات إنها تيماء الحضارة والتاريخ